جيمي أحمد الشناوي النهاردة أفضل لعب في هذه المواجهة أحمد الشناوي من اللعيبة لدائما دائما دائما نحملهم مسئولية تأخرهم كثيرا كثيرا واحد من أهم المواهب اللي في الكرة المصرية في حراسة المرمى بل أزيدك من الشعر بيت إنه كثير من المدربين حراسة المرمى اللي جموا ديوف معايا هنا قالوا لي أفضل موهبة في حراسة المرمى في الكرة المصرية هو أحمد الشناوي أفضل موهبة بيور يعني موهبة طبيعية بس هو ما اشتغلش عليها وهو ما كملش المشوار بالشكل السلام الموهبة وحدها لا تكفي طبعا أحمد شنا في وقت من الأوقات كان ماشي بشكل جيد كان وصل أنه بقى أحد الحراس الأساسيين لمنتخب مصر بقى أحيانا كان بصنع في النوع الحارس رقم واحد في منتخب مصر لكن تراجع المستوى والثبات ده اللي بيحول اللاعب الموهبة الكبيرة للاعب كبير الفرق من اللاعب الكبير هو الثبات في المستوى أنا إزاي بقدر أحافظ على الأفرج أو مستوى ما قلش عنه إلا فيما ندر وأحيانا بقى في أوف داي مباراة أو اتنين بيحصل لكن إن أنا كل شوية أبقى في البيك وإلا أبقى في البيك وإلا هو ده اللي حارم أحمد الشناوي إنه هو يكون في المكان الطبيعي اللي يوجد فيه على الأقل يكون من الحارسين أو التلاتة اللي بيروحوا دايما منتخب مصر لكن فترات كتير جدا عدت على أحمد الشناوي هو من الأساس خارج حسابات المنتخب الوطني ليه النهاردة بقى يا كريم أحمد الشناوي لأنه بالنسبالي هو عمل تلات حاجات أو تلات لقطات مهمة بالنسبالي لقطة اليوم بس ودي مش هالي بالراحة جدا من بعد ما تتلعب الرأسية بس بس هنا هنا هارب يضع ستصدي ده قريبة جدا 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 الراجل طالع كان وارد كان وارد قبل بس ما نكمل لأن فيه ناس كتير الكلام كان وارد لو تسجلت الحكم يحسبها ارتقاء وسند من حسام لكن مش دي قضياتنا دلوقتي ارجع حط الكرة بس ماشي 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 بقى ماشي ماشي القدام بس بس وقفل وقفل ارجعتين ارجعتين بس كريم صعوبة الكرة إن الكرة أولا عكس تجاه اتنين لأنها عكس تجاه وما كانش يقدر يتحرك برجليه لأن الرجلي الشمال سبتت فكان لازم ينزل له ويعمل الضيف والستريتشنج هنا هو تسعين في المية وهقولك الستريتشنج والرفليكس بتاع ليه بتاع أحمد الشناوي النهاردة هو لقطة المباراة لأنها تكرر تاني بعد شوية فاللقطة دي بالنسبة لي هي لقطة صعود بيراميدز لدور النهائي لقطة حفاظ بيراميدز حفاظ أحمد الشناوي على مجهود زميله طولي المية وعشرين دي يوم بالعبة عشرة نقصين فدي كانت اللقطة الأولى اللقطة دي كانت في الدكامة كريم مية واحد وعشرين لقطة قاتلة تصدي خرافي بصراحة الشناوي حرم حرم الزمالك من ضربة قضية كان يخلص المباراة انت شرحتها بتفصيلا هي فعلا في منتهى الصعوبة الناس مكنت تفتكرينها سهلة جاية على السابتة ولو بدخلت فيه ما كانش حد هيلوم ويقولك صعب جدا طبعا مش بعته والكرة رايبة جدا وفي الستة يرضى وكان بيكتير وكان يقولك كنت خرقت يعني ده كان أقصى حاجة مستحيل أنا أخرج مع العيب طالع ومعات نموا دافعين ليه؟ مستحيل طبعا والكرة كمان والكرة كمان بتلف بعيد عنه الكرة الكراس معمول بعيد عنه هنا مستحيل يا كريم طبعا ممكن أزود بقى حتة كين يمضارب حراس مار ما كمل معاك يعني يالله خلينا نجود النهار حتى تطليعة الكرة صعبة يعني هو كان ممكن يدوبك يلمسها وينزلها قدام سامسون مليون في المية لكن ده هو كمان يعني يوجيهها البرة طبعا هي زقا وزقاها يا دوبك الحقيقة بأطراف صعبة وزقاها البرة أي تصرف تاني كان يجوه جول ولو جول كانت قضية المبارا انتهت إحنا داخلين في الديام 22 والحكم كان بعدها بعدها بنص تلعب الكرة واحدة وصفر فكانت الكرة الأخيرة كابتا حمود البنة كان أكيد هيطلق صفراته يعني معلنا لنهاية المباراة فلما نجي نتكلم على التصدي ده بالنسبالي تصدي اليوم تصدي السعود للنهائي تصدي تتويج مجهود لعبة بيرامدز فدي اللقطة الأولى اللي استحقق بسببها أحمد الشينيوي لقطة رجل المباراة